للأسف في صورة مشوهة للمسيح اتدولوها المسيحيين وتورثوها من كنائسهم ونشروها بين العالم مشوهة لأنه ناقصة يسوع طفل قاعد بحضن أمه يسوع خروف مدبوح يسوع عم ينزف يسوع موجوع من ضربك على خدك قدر له الآخر كم مرة بتسامح أخوك؟ سبع مرات؟ سبعين مرة سبع مرات ليش قلت عن هالصورة أنها صورة مشوهة؟ لأنها ناقصة في جزء آخر من الصورة غير مذكور فيها لهالسبب اطلعنا بأنصاف مؤمنين نصف إيمان ونصف مسيحيين الشعب المسيحي اليوم للأسف نوعين إما نوع ذليل شاف هاي الصورة المزوخية للمسيح واستعذبها ودخل فيها وصار هو عبارة عن ذليل بين كل الأمم ورديان بيزله وبيدافع عن الرخص والوضاع اللي هو فيها ونوع آخر ما عجبته هاي الصورة تمرد عليها الحد صار لاديني خالف الوصايا معد بدو يقرأ الكتاب المقدس كرهن بالصورة الأولى وردت فعل عليها بالحالتين هدول هدول مو مسيحيين لها سبب عطول بقول في ذميين وفي نصارى وفي أشباه مسيحيين مسيحيين اسميين إن البتكون ياسموه بس لا تقولوا مسيحيين مرة في شاب قبطي قال لي ألفاظك شوي آسية علينا نحنا الأقباط طريقتك عنيفة شوي منا متعودين عليها بالمسيحية فجوابتم الكتاب المقدس اللي هو الجواب اللي رح يكون موضوع حلقتنا لليوم رح نروح للكتاب المقدس نشوف مثلنا الأعلى الرب يسوع المسيح ومن بعده التلاميذ والرسل كيف تعاملوا مع المواقف اللي مرأوا فيها هل ضحوا كرمال أعداؤن هل سامحوا المجدفين هل سامحوا وأحبوا غير المؤمنين وغير أبناء كنيستهم هل احتووا أبناء الشيطان من زنات وعبدة أوثان وإلى آخرهم من الأمور تحت اسم الحب والمحبة ولا كيف كانت الأمور تمت ما رح يجيب ولا آية من العهد القديم لأنه في ناس بيقول لك لا العهد القديم آسي وكأنه غير إله رح أثبت لكم أنه العهد الجديد نفس إله العهد القديم بس أنتو الجزء اللي بيرفع قيمتكن ومكانتكن اللي بيعطيكن صفة الأبناء للعبيد اللي بيعلمكن تكونوا جنود محاربين اللي بيقلكن أنه أنت كأبن موضوع اسم الرب الإله عليك هذا الجزء خبوه عن عيونك لتبقى عبد ذليل ذمي بالمجتمعات اللي ما فيها مسيحيين تقدر تعيش معهم كدرجة تانية بدون ما توجع راسك وراس اللي حواليك وبدون ما تستشهد على اسم المسيح ولا تكون مسيحي من الأساس ما في داعي لإله صورة يسوع المسيح اللي غسل أرجو للتلاميذ الحنون المحب المضحي هاي مزبوطة ولكنها نصف الصورة خلينا نشوف الرب يسوع المسيح كيف كان مع أعداء الإيمان متى 12-38 إجوا جماعة من الكتب والفرسيين لعندي يسوع ما سبوه ما شطموه بسألولو يا معلم ورجينا آية بدون يشوفوا شيء عجوبة ليسدوا شو جاوب الرب جيل شرير وفاسق يطلبوا آية فاسق بتعرفوا شو يعني فاسق هاي بيقولوها فقط للي بيمارسوا الفواحش مرة تانية بمتة 4-16 كمان طلبوا منه نفس الطلب هالمرة رد لهم مضاعف قال لهم يا مراءون جيل شرير وفاسق يطلبوا آية هاي اللي بيعترضوا على ألفاظنا بيقولك لا لا خليك كيوت شوي يعني زبط شوي الألفاظ لأنه الألفاظ للأسف للأسف يعني مو بس ترتضوا الظل في صورة مذلة صاروا يقولوا عننا دواعش ليحافظوا على الظل اللي هن موجودين فيه مو بس مع الكتب والفرسيين حتى تلميذه لما عجزوا يطالعوا الشيطان من ابن رجل قال لهم المسيح أيها الجيل غير المؤمن والملتوي لمين الحكي لتلميذه إلى متى أكون معكم وأحتملكم عارين هاي الآيات بالكتاب ما رأى الشيء قبل بترس خايف عن الرب عارف أنه الرب عم يقول لهم رب نانو أنا رح أسلم للأمم رح أسلاب رح أدفن باليوم الثالث أقوم ما عجبت القلصة لبترس لأ حشاك يا رب خايف علي شو قال له الرب لبترس بمتى 16-22 مرقص 8-33 اذهب عني يا شيطان قف يا رب لبترس بترس الصخرة بترس من أكبر التلاميذ والرسل المؤسس الكنيسة الأول شيطان شو في اللفظ كمان في مرة بنت قالت لأ رايبتها قال بطلة تتابعني لأنه بإحدى الحلقات ببداية الحلقة كنت عم بحكي مع نوع من المسيحيين اللي خرجوا من الإيمان وقلت لهم يا أغبية فأنه لأ ما جي بتقول كلمة أغبية فأنا ما فيني تابعة Excuse me فحبيبتي بدي اليوم قلليك روحي على لوقة إذا عش بتلاقي في فريس يعزم الرب على الغداء والفريسي تفاجأ مجرد تفاجأ ما حكى شي تفاجأ أنه الرب ما غسى الإيدي قبل الأكل شو قال له ربنا قال لون أنتم الآن أيها الفريسيون تنقون خارج الكأس والقصعة وأما باطلكم مملؤ اختطافا وخبثا يا أغبياء يا شو حبيبتي يا أغبياء أليس الذي صنع الخارج هو الذي صنع الداخل أيضا هلأ بيجونا الكهن الذميين أمثال الياس زحلاوي وأمثال بيتر حنم من تبع أخوتي حبوا اللي بيدوسكن أخوتي بوسوا رجلي اللي بيدربكن فبيجو هدول شو بيقلونا لا الرب قال الأغبية بس للفريسيين للعشارين إلى آخره فخلينا نشوف مع بعض بغلاطية ثلاثة الآية الأولى شو قال بترس لكنيسة غلاطية كنيسة غلاطية في من ضمنها كهنة من ضمنها شمامسة شعب الكنيسة لما حادوا شوي عن الإيمان المستقيم أيها الغلاطيون الأغبياء فمين فينا اللي مؤاري الكتاب مرة تانية غلاطية ثلاثة ثلاثة أهكذا أنتم أغبياء كمان مو بس غلاطية مشا ما يجي حد يقول لك كنيسة غلاطية كان فيها كم مشكلة وكنيسة أفاسوس أجل ذلك لا تكونوا أغبياء فخلينا نبحر مع بعض بآيات الكتاب لنعرف أي نوع من كلمة الحق يجب أن تقال بدون محابات بدون من راعي حتى مين زعل مين تحسس لأنه طريق الخلاص معل لو تحسسوا هم يروحوا للخطيئة هل كان المسيح يقبل شو ما عملوا الناس يقولون يا حبيبات يلا الله أدرب القلوب وعملوا هم صوموا صلوا وحبوا بعض كان في هيك شي متى ستة خمسة متى سليت لا تكون كالمرائين يعني منافقين متى سمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين ففي شروط حتى ربنا مو هالحرية الذليلة اللي حبوا يفهمونا ياها سمعوا لو الرب كان معنى بالجسد شو كان قال للكهنة جماعة اللي لسانهم كله حب ببشروا بناموس الحب مو بالمسيح بيلفظوا كلمة حب أكتر ما بيلفظوا اسم المسيح متى 12 34 يا أولاد الأفاعي كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار وشو بيقول لو كان معنى بالجسد اليوم لجماعة الوحدة تبع وحدة وسلام وكلنا أولاد الله والمسيحي مو بس المسيحي بيخلص غير المسيحي شو زنبو خلق غير مسيحي كمان بيخلص شو بيقلكن متى 23 33 أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم مو بس هنة راحين عاج هنم وبدون الشعوب إذا في أمل يخلص ويجوا للمسيحي لا لا وقف عندك خليك بدينك بتخلص حبيبي هذا طبعا كله كذب لأنه بس هنة راحين للهلاك ومجندين من الشيطان لا يخدوا الشعب المسيحي واللي ممكن يجوا للمسيحيين كمان للهلاك الرب يسوع المسيح كان ثائر ثائر وبعده تلميذه والرسل كانوا ثوار على القوانين على طريقة تنفيذ الشريعة على طريقة العبودية والإيمان ثوار على كل شي لما جابوا له المرأة الزانية ما قال لك لا شو جاييني أنا بيفوتوا ناس بيقول لي شو بالدماجي بواجعة هالراس نحنا كمسيحيين مطالبين نوجع راسنا هون لنرتاح بالسماء لأنه لما بتريحوا راسكن هون رح تنوجعوا وكتير بالسماء الرب أوقف قرار أعدام شوف هالثورة اللي عملها أوقف قرار أعدام ورجم أمرأة بالشريعة اليهودية الزانية ترجم ما إلى حلة إذا بيدخل ملك روما الزانية ترجم المسيح أوقف أمر أعدامه شوفوا لي اليوم شوفي مسيحيين حول العالم يعدموا ويضطهدوا ويعذبوا على اسم الرب يسوع المسيح ولا بترك ولا مطران ولا بابا بيدخل اللي يفك واحد منهم كلمين ماشي منهم يا ربي نفسي ليه؟ لأنه برجع بقوله مرة تانية سامحوني عن لفظ مخصيين الثورة بده رجال المسيح علمنا نساءنا ورجالنا يكونوا رجال بالمسيح أما المحطوطين على الكراسي المسيرين للأديان الأخر وللعبادات التانية هدول معنون رجال كمان في فكر جديد بالمسيح تالع جديد بيقلك لا تذكروا عيوب الناس لا تدينوا شي ولنوبخ عند الغلط شي تاني مختلف تماما دينوني بتكون لما بحكم على إنسان وبيل له انت رايح جهنم هذا اسمه أنا دنته حتى يطلو إيداني كاملة حكمت عليه أنا ممنوع لي يحكم لأنه ما بعرف يمكن يتوب ويرجع يمكن يسبقني حتى أما لنوبخ لا بيقلك هذا الفكر الجديد خاصة عند البروتستان بيقلك الشيطان هو اللي بيذكر الناس بعيوبة ليه مين بيقول هاي القاعدة بالمسيحية الخطاط اللي مو شايفين حالهم خطاط ولا بدون يتوبوا ما بيحب وحد يذكرهم بخطاياهم نسيوا المسيح لما كان مع الساميرية ما سايروا عمل حالهم ما بيعرف ألا اللي كان لك خمسة أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك على هالأد عراها للمرة حتى صاحبها بالبيت وجاي تعمله الأصص وتناقشه كمان بمضمار آخر بفعل الخير مزبوط نحنا ما منميز بين مسيحي وغير مسيحي وشو ما كان بيعبد ما دخلنا فيه ولكن إذا الشخص تجاوز على المسيح أو إذا أجه شخص جاي يأخذ منك مساعدة وجاي هو يبشرني بنبيه أو جاي يتبشرني بإديسة عملت معه عجوبة وصارت معي كتير بلا روح يخلي الإديسة تشيلك لأنه إذا عطيتها ده تفتكر إديستها سخرتني كرمالها وإذا عطيتهم افتكر إنه نبيه بعتني كرماله فأنا ما بسألك عن دينك بس مجرد فردت دينك قدامي بدي أقول لك روح ضب دينك ونبيك خليه يساعدك ويطعمي أولادك من وين جبت هذا الفكر أنا بالمسيح إجت أمرأة لعندي يسوع المسيح من سوريا سورية من كيليكيا سوريا كان عنية بيقول الكتاب عنها طلبت شفاء لبنتها وجاي طرق مسافة مشوار هي من الأمم مو من اليهود وقالت له شفي بنتي شو رد الرب بمتة 15-26 بمرقز 7-27 ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب أف مين يسوع المسيح اللي إجا ليضحي بنفسه ويعذب ويصلب ليحمل خطيئة العالم كله ألا للمرة شبه بالكلاب ومو بس هيك طلب مننا لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرح دراركم قدام الخنازير لألا تدوسها بأرجلها وتلتفتها إليكم فتمزقكم طب هذا ممكن يكون في ظلم أنا كيف بدي أحكم على الخنزير من لي مو خنزير أنا بعطي الكل مثل ما أبي السماوي يشرق على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والغير أبرار ولكن لما بدأ يجي حدا يورجيني عن حاله هو يحقر بالرب يسوع المسيح أو يقول لي خلي دينك بقلبك أو يقول لهم مثلا شيلولي الصليب عن كيس المعونات بالنسبة للصليب الأحمر يتشرط بالنسبة هو عم ياخد مساعدة هذا هو صنف حاله من الخنزير والكلاب ولا يجوز رمي الدرار لألون لا سواء درار كلامية ولا نصح ولا مساعدة مادية ولا معنوية ولا أي نوع من الدرار ولا حتى كلام الكتاب لها السبب بتلاقي الكهنة الكاتوليك لأنه هذا الفكر اليسوعي الكاتوليكي طبعا أنه هن ينبضحوا تحت أقدام الخنزير والكلاب فبتلاقيهم يقتلوا على يد الناس اللي أحبوهم وضحوا كرمالهم لأنهم بدوا الخنزير والكلاب على شعب الرب وعلى الكنيسة كمان جماعة لا تدينوا شو عمل الرب يسوع بالهيكل طب ما هن إذا من نرجع نحن نجيب الصورة اللي كانت قبل 2000 سنة لهذا العصر كان فيه كم تاجر فقرة يحرم هذا جايب معه كم حمامة يبيعة هذا جايب معه كم قصة يبيع فيها حاطين طاولات مو بالهيكل جوا بباحة الكنيسة برا مثل ما هلأ الكنيس كلها عم تعمل تلون عندهم قسم متجر للبيع والشراء قسم للحفلات حجز الحفلات مهرجانات عاملين المهرجين عاملين تهريج بالكنيسة قال شو عمل فيون الرب شو كان عمل فيكون اليوم لو كان الرب معنا كمان جدل صوت الصوت اللي هو لقشاط بس قصة أغلض من لقشاط لانه تعرفش يعني جدل جدل يعني سمكو حتى يوجع مزبوط وضرب وطرد الباعة وقلب موائدون مين المسيح الذي لم يسمح أحد صوته لم يفتح فاه الوديع المتواضع المحب ليه لانه غيرت بيتك أكلتني هو سامح باللي بيخصه إله أما باللي بيخص القاب ما بيسامح اللي بيخص بيت الرب ما بيسامح فيه بده يتقدبوا فاللي بيجي بيقلك اتركهم حرامي بيعوا ويشتروا طيب انت شو خسران وصولا انه بصاروا يحجزوا حفلات رقاصات بالكنايس الكاهن هو عاد عميشتغل يتفق مع الرقاصة ويحجز لحفلة بده يسلي الشعب كمان مو بس الرب يسوع شو قال لهم بيت أبي بيت صلاة يدعى انتم جعلتوا مهمة غارة لصوص ما سايرون اي حرام يسترزقوا شو ما في هذا التعبير بالمسيحية ما في إذا انت من طبع اللي بيستعملوا هاي التعبير ماناك مسيحي يعني مو أنا اللي عم دينك انت هذا المسيح انت عم دين حالك عم تحط حالك مو بس الرب بولوس الرسول لما شاف شعب الكنيسة جايين ياكلوا ويشربوا بالكنيسة اللي اليوم بتلاقي النسوان بعد كل صلاة للأحض بتلاقيهم جايبين معهم الأكل وكل مرة الدور على واحدة تجيب أكل وتعموا العالم وياكلوا شو قال لهم الرسول بولوس بكورينثوس اللي قولة 1922 أفليس لكم بيوت اللي تأكلوا فيها وتشربوا اليوم ما في كاهن بيسترجي أولى لأنه بيطلعوا من عنده فمضطر يعمل لهم أجواء تسالي أنه دوسوني شوي بس عو حطوا لنا كم دولار بسنية الكنيسة أم تستهينوا بكنيسة الله بيقول لهم الرسول بولوس كمان بكورينثوس الأولى الصحاح الرابع آية 21 بيقول لهم ماذا تريدون أبي عصى آتي إليكم هل من الكنيسة اللي أسسها اللي هن أولاده اللي بيحبون كتير اللي عملتها قال لهم أجي لعندكم بعصاية بتحبو ما اسمو داعشي لأنه اليوم في كتار هذا الفكر عند المسيحيين الأذلاء المسيحيين لأنه بيقول لهم مماسح بيقول لك ما جي داعشية أنا مو داعشية أنا مسيحية بيصدقوا أنتوا اللي أحذية بكل معنى الكلمة لهالسبب ما فيكن تشوفوا فكر محارب أساسا لأنه عوضوكن أنه مين من أخذ أمي بيقول له عمي وتؤكل حقوقهم وتداسوا ومين بتدوسوا بتدوسوا شعب الرب بتدوسوا ببعض بتاكلوا بعض ومع الغريب أرانب كمان جماعة السلام جماعة أنه هلأ في سلام جاي على الأرض أوه ما جي وأمس هلا ما بدون سلام بلا بدون الدم يدل مكمل على الأرض شو قال الرب يا أسوال المسيح لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض ما جئت لألقي سلاما بل سيفا هل مين قالها هالجملة الرب يسوع المسيح بس سلام على الأرض اللي بتكون ديته أني أنا أتصالح مع عبدت الأوسان وعبدت آلهة أخرى وعبدت لاحقين أنبياء تانين هذا سلام ذليل هذا مو سلام الرب يسوع المسيح سلام أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطي أنا هداك سلام نوع مختلف سلام جوا بالقلب أما السلام القائم أني بيع الرب يسوع المسيح وحطه على جنب من طبع أنه تعا نوحد الأديان حط لي محمد وبوزة والمسيح ومدرمين على جنب وخانا نعبد كلنا الله هذا الله هذا ضد الرب الإله لأنه هذا غير سلام الحب اللي بيعطيني سلام مزيف سلام مؤقت سلام قائم على أن أنا آه جاي لعندي الفئة يخب الإنجيل خبي 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 آه تسوف هذا سلام زليل يعني إذا فاتت وشافت ورح تقتلني أشرف لأنا بموت على اسم يسوع المسيح ولا خبي الكتاب المقدس وخبي كلمة الرب قدام وعيش بسلام ولكن هذا سلام زليل قام على أن أنا طريت خبي كلمة الرب وخبي إيماني لحتى هي تتركني يعيش وقدي بدي يعيش والله يلعنب هالحياة والعمر بدي يكون قائم على الزل وعلى الخضوع والخنوع وعلى الخوف لا موت وحدة هي بالنتيجة هي الحياة خليني موت وأنا شاهدة للرب يسوع المسيح أحسن ما موت موت الجبناء والفطايس اللي كأنه لا إله لهم مو بس الرب يسوع المسيح كان حد بكلمته وأفعاله كمان التلاميذ يحن المعمدان جعين الفرسيين والصدقيين اللي عند يحن المعمدان يتعمدوا المفروض يطير من الفرح ينبسط جعين يتعمدوا عندهم مين الفرسيين وصدقيين شو قال لهم يحن المعمدان يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي في كلمة حق بدت تنقال بدون مسايرة ومحابات ومصالح شخصية هيك أنت اسمك مسيحي بترس بترس مو بس كان على الموت يعني هيك أعصابه مباشرة بيعنده ردة فعل وصولا أنه قطع إذن عبد رئيس الكهنة مو بس هن يعني هي بالنسبة لأنه حبه بعض وحبه بعض في غيرة على الرب وفي غضب هو الغضب المقدس ما بدي جاب لكم قصة إلية وذبح أنبياء كهنة البعل لأنه أنتو عاملين عساس كتير يعني خلص ما بتقبلوا ما بقى تقبلوا غير أنه تكونوا مداسين صرتوا تستمتعوا بالمزوخية اللي عايشين فيها ولكن تذكروا تماما أنه الرب يسوع تلاميذه رسوله لغاية اليوم يختاروا الشهادة اختيار الشهادة اللي بتعني صلب وتعذيب لو رسلوا الرب يسوع المسيح وتلاميذه أرادوا يحطوا إيدهم مع الرومان وأرادوا أنه هن يكرموا بيلاطوس ويلقلوا للحاكم ويشوفوا اليهود شو طلباتهم وتعال نحن وياهن نقعد سوا ما كان حدا لا نصلب ولا حدا نرجم ولا حدا تقطع عرفتوا ليش بقلكن أنه المسيحيين الوطن العربي اسموا النصارى ما اسموا المسيحيين بيصينا الرسول بولوس بالرسائل لا تشتركوا بأعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها هذا الحكي بأفاسوس خمسة دعش اكرز بالكلمة وبخ وانتهر وبالرسالة لطيتوس بيقله لكي يكون قادرا أن يعظ بالتعليم الصحيح ويوبخ المناقضين مو بس مطلوب مننا نوبخ إذا ما وبخنا اللي على الغلط نحن بتحسب علينا خطيئة أمام الرب يعقوب أخو الرب برسالة يعقوب 2 9 ولكن إن كنتم تحبون تفعلونا خطيئة موبخين من النموس كمتعدين يعني أنا إذا بدي شوف بطرك أو بابا أو كاهن أو مسيحي عم يقيج ياخد الناس من طريق الرب عم يطلع عن الإيمان وما بدي يوبخه أنا بيحسب محسوبة علي خطيئة لأني بعرف لو ما بعرف ما علي خطيئة ولكن أعتبر كأني متعدية على الرب بس انتبهوا لأن هاي الأسرس اللي عم بحكي فيها سيلاحزوا حدين انتبهوا تتحولوا لموبخين بدون سمر يعني أنت بدك توبخ بس بدك تكون أنت كونوا كاملين كما أنا أباكم كامل بدك تكون عم تعطي الفقرة وتساعد المحتاجين وتبشر باسم يسوع المسيح وتشفي المرضى وتجول تصنع خير وبتجي لما بيطلع حدا بيشز بتوبخه أما تتحولوا مثل بعض الكهنة بعض الكهنة أخذين على صفحاتهم رسالة التوبيخ بس ماسكين الجلد الصوت بيعرفوا من المسيحية بس الصوت أو مثل الممسوسة منال كمان بتعرف بس جانب تحقير الناس أما أنه يكون في عندهم ثمر مافي ولحتى تعرفوا أكتر عن هذا الموضوع بتكون تحضروا حل التمييز الأرواح لحتى تعرفوا كيف تكونوا عادلين حدين بالرب وحق عانيين بدون لا تكونوا متعدين ولا بنفس الوقت تاخدوا لا تكون جلاد ولا تكون ضحية كيف منوبخ بمحبة كيف منحكي الحق بدون ما نتعدى على الآخر كيف منغضب بدون ما نحقد وكيف منضحي بدون ما نوصل لمرحلة المازوخية أمرين لازم كل مسيحي يحطن حلقة بإذنه وهو ماشي بحياته ومعاملاته مع الآخر أول شي أخي بالمسيح هاي الجملة لازم تضل حتى قدامك هذا أخي بالمسيح اتنين أعداء الرب شوفوا النقيد وهلأ رح نجيب بقى آيات الكتاب المقدس لحتى نفهم كيف بدي يكون مع أخي وكيف يكون مع عدو الرب المسيحيين للأسف بياخدوا أعداء الرب بمباوسة وبيحضروا احتفالاتهم وبيسايروهم وصاغرين بكل معنى الكلمة لقلهم وبتلاقيهم بالمحاكم عم يقاضوا أخوتهم بالمسيح فأرانب قدام غير أديان وغريلات على بعض لمين هاي الحب اللامنتهي والعطاء اللامنتهي والغير مشروط واللي بيقصدك أعطيه واللي بيطلبك لا ترده واللي بيضربك أعطيه خدك التاني واللي بيطلب ردائك أعطيه ثوبك أيضا لمين هذا للأخ أخي يعني أخي بالمسيح مو بس أخي بالجسد ممكن يكون أخي بالجسد مانو أخي بالمسيح أخي بالمسيح اللي هو ممكن يكون أخي ابن أبي أمي ممكن يكون غريب عني متى خمسة ثلاثة وعشرين إذا قدمت قربانك وتذكرت أن لأخيك شيئا عليك اذهب أولا اصطلح مع أخيك فهو منبلش منفهم هاي الآيات اللي فيها الحب والعطاء اللي منتهي اللي في ناس راحوا للإلحاد قال لك أخي أنا ما فيني ما فيني ظل روح اصطلح مع عدوي هذا أزاني أسألي أنا ما بقدر حب بهاي الطريقة أو اغفر بهاي الطريقة فودوهم للإلحاد من كتر ما مسلوا عليهم المثالية بينما أصلك الكتاب هو أخي بالمسيح ولا رح ورجيكم الفرق متى سبعة ثلاثة لماذا تنظر القذى الذي في عيني أخيك أخي بالمسيح ما بقدر ضل أنا عيره ما فيني خلي زعلان وأنا غلطان فيه رومي 14 عشرة لماذا تدين أخاك أو لماذا تزدري بأخيك عم يحكي كلام الكتاب واضح سريع عم يحكي عن الأخ أخي بالمسيح متى 18-15 إن أخطع إليك أخوك عتبه لوقة 17-3 إن أخطع إليك أخوك فوبخه وإنتاب اغفر له إنتاب كمان اغفر له بتمنى تحضروا حلقة الغفران مين اللي بسامحه مو سبع مرات سبعين مرة سبع مرات قالوا له للرب قالوا له كم مرة يخطئ إلي أخي عم نحكي عن الأخ بالإيمان نحن فهون منفهم منفهم إنه نحن حتى ما أعثر اللي مات المسيح من أجله بدي أغفر وسامح وحب وأعطي وأدم لأخي بالمسيح كمان بيجو بيقلك بس الرب قال اغفر لنا ما علينا كما نغفره نحن أيضا لما لنا عليه بيجاوبكم متى لصحاح 6 الآية 15 إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم الزلة هي الغلط البسيط الغير مقصود هذا اسمه زلة وهذا واجب يغفره لكل الناس وما يخلي كره بقلبي أما الأخطاء الكبائر الكبيرة اللي غلط فيها حدا بحقي بده يتوب وعادة تائبا أنا بسامحه اعترف رجع الحق حضروا بليز حلقة الغفران لحتى ما أرجع أشرحها مرة تانية وحلقة الغفران كمان آموا لأيام علي كهنة وقساوسة وكنيس إنه لا 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 لازم لأعداءنا روح عيش مع زوخيتك لحالك روح خلي عدوك يدوسك وبوس حزاؤه مثل ما عمل بابا الفاتيكان مع اللي عم يقتله العالم أنتوا عملوا هيك هذا مو المسيحية هيك الخطايا الكبيرة اللي ما بيتوب عننا الشخص ولا بيعود عننا بيقلنا بكورينثوس الأولى الرسول بولوس إصحاح خمسة أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد شوف له وين مو سامحه وحبه وخده معه يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد إن كان أحدهم مدعوهم أخا حتى الأخي لما بيغلط بأغلاط كبيرة أو بحق حاله وبشز عن طريق الإيمان زانيا أو طماعا أو عابدة وثا أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا ألا تخالطوا ولا تآكلوا مثل هذا هذا الإيمان المسيحي هل أد هو عدل وحق وحد ما فيه محابات للوجوه أبدا هل غسل الرب أرجل الفرسيين والكتبة والصدقيين مين غسل الرب أرجل مين بس تلاميزه تلاميزه هيك علمنا نحنا أنا أخواتي بالرب بالكنيسة مستعدة أغسل أرجلهم أعداء الرب لا هل غفر وشفى الرب هيدا عم نحكي عن الرب ذاته المحب الحب الأعظم اللي ما بتشوبه شائبة هل غفر وشفى أمراض المدن اللي ما آمنوا فيه متى 13-58 ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إيمانهم هل رح يخلص وفق عقيدة الكاتوليك غير المؤمنين فيه بيقول لك حتى غير المؤمنين بالمسيح بيخلصوا يا حرام شو زنبون يحنى الأصحاح 3 الآية 18 خلينا نحفظها كتير منيحة حتى ما نضل الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن به قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد فأنت مين طلالي بابا ولا كاهن تقل لي بعقيدة خلاص غير المؤمن ليه عم تاخدوا الناس للهلاك ولما بيجي بقول عنك كاهن الشيطان بتزعل بتتحسس ليه ما الكتاب أنت موكل ككاهن إذا كنت كاهن المسيح بدك تقول للناس المكتوب بالكتاب لو تحسسوا وتدايقوا لو قالوا عنك داعشي لو قالوا إقصائي عنصري لأنه أنت بهمك خلاص نفوسهم فوق مين اللي بيساير الحية الأولى اللي كان لسانة حلو اللي جيت لعن تحوقات ايه كله ما بصير شي ايه كله لا بتصيروا بالعكس بتعرفوا الخير والشر ما رح تموتوا فاللي بيجي بيقلك بتخلص حتى وإنت غير مسيحي بتخلص وإنت خاطئ بيحبك لوطي معلش تعالى عند الرب زانية معلش تعالى هذا بيجيبك هيك ياخدك أشي يلفك لكم سوا للهلاك ممكن يجي حدا يقول لكن وين يا ماجي أحبوا أعداءكم أحبوا أعداءكم أعداءكم أنتو أنا عدوي أنا بحبوا عدو الرب لا بدي ميز بين أعدائي أنا وأعداء الرب لأن أعداء الرب هن الشيطان تخيلني وانا حاب الشيطان والكاهني اللي بيجو بيقلولكن اليوم أحداثة فرنسا في كاهن شفتوا نسيت اسمه ربنا يعني ما بدأني يمكن أذكر اسمه على نكشفوا المسيحيين على حيقتهم لأنه نكرهوا الإرهابيين اللي دبحوا الناس بالكنائس في فرنسا أنت اللي انكشفت على حيقتك يا مازوخي من الطبيعي إنه نكره نحن أعمال الشيطان ونكره الشيطان وأعوانه وجنوده وأتباعه وملائكته هذا الشيء الطبيعي وهذا واجب علينا كمسيحيين كره من نكره الخطيئة والشيطان فمين اللي تعره وانكشف على حيقته الكاهني اللي بدون ييلفوا على كلام الكتاب اللي يخلوكم تروحوا تحبوا الشيطان بذاته عدوي أنا إذا بتشوفوا بهالسنتين على يوتيوب وعلى الفيسبوك إذا بتعدوا بالمئات الفيديوهات اللي تجاوزت علي وسبوني وشتموني وإهانات وألفاظ قذرة وشتائم قذرة علي وعلى عيلتي وصولا لأبني بالمئات إذا ما بدي قول بالآلاف الفيديوهات بالمئات من المسيحيين ومن المسلمين وطبعا ملحدين ما رديت ع حدا شفتوني شي مرة عملت فيديو واحد وجبت اسم واحد أسألي لإلي أنا كما قلت لكم هذا اللي قال لي كذا رح ردله كذا أبدا لأنه عندي إله بينتأم لي لأنه ربي قال لي تعييرات ومعييريكي وقعت علي خلص ما زال تعييراتك إجت على إلهي بدالي أنا معد إلي رد عن حالي بس بتغلط على الرب على اسم الرب على بيت الرب على شعب الرب بتشوف مني الوجه الآخر المختلف تماما نفس اللي سامحتك بحق حالة مستعدة وجهلك ضربة إما ما تقوم منها أو تظلت تذكرها لتموت المسيح علمنا هيك هذا كلام وهي الأعمال بالروح القدس مو مني أنا يمكن كالب الجسد أنا ميالي إن يكون مع هاي الشعوب اللي بيغضبوا عن حالهم إذا هني اتعرضوا لإساءة لإلهم مع الرب أيهي الربنا بدافع عن حاله لأنه نجبنا بنروح القدس بالعكس تماما لأنه روح القدس الموجود فينا هو نار آكي لغير المستحقين هو النور اللي لأولاد الرب هو الشفاء لشعب الرب هو نار آكي لغير المستحقين الرب سامح اللي ضربوا لإلو بزقوا عليه وهانوا لإلو صلبوا لإلو بس هل سامح تشجار الهيكل بالصوت جدل الصوت وضرب وقلعون برا فهون منفهم نحن الفرق بين عطانا رب ياسوبين إنه نحب عدوي لإلي لأنه أنا بقدر أفهم تماما نقشفق عليه لأنه هذا إنسان مسلم للهلاك الشيطان عم يستخدم ولا يحاربني فيه عم يحاربني شخصي لأنه هو الشيطان والروح اللي علي بيتهيج كل ما بيشوف ولا بيسمع حدا بيحكي بالروح القدس رح اسأل سؤال مهم وبتحدى كاهن أو بترك أو بابا يجاوب عليه من دعاة الحب الآخر والحب المفتوح بدون تحديد كلمة حب ومحبة وجماعة السلام والخلطة الوحدة مع غير الأديان بما أنه المسيح إجا ليدفع ثمان خطايا العالم والعالم إجمع وأوسى تلميذه وقال لهم اذهبوا وتلميذوا جميع الأمم الدعوة صارت أممية ليش بالجسد لما كان بالجسد إجا فقط لخراف بني إسرائيل الضالة قال ما أتيت إلا لخراف بني إسرائيل الضالة ليه؟ ما كان يقعد مع مشايخ وثنيين كان في وثنيين وكان في أديان أخرى وكان في كهنة آراميين بسوريا لألا للمرة لا يرمى خبز البنين للكلاب كان في عبدة نار وعبدة أوثان ليه؟ ليه قال لهم للتلاميذ وصحهم قال لهم إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا شو هاي؟ هاي إذا تجي تشوفها أنت طبعا عنصرية بس ليه؟ بدي حدا يجاوبني بدك تقول لي بس قعد مع العشرين والخطاط هدول بيتبعوا نفس الإله ولكن خطاط هدول يهود وبيتبعوا الرب الإله بيتبعوا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولكن خطاط بحاجة للتوبة وللرجعة علمنا الرب يسوع ممنوع علينا الخلطة بين أبناء النور وأبناء الظلمة ممنوع أخي بالمسيح إذا نحرف عن الإيمان بوبخه بأدبه وبرجعه وإذا وقع بمد إيدي وبشيله وبساعده وإذا بده يغلط بجيبه ولو غصبا عنه لطريق الرب أما أعداء الرب لأ أبناء الظلمة لأ فهذا الخلط اللي ممنوع بالإيمان لأنه بياخدنا للهلاك فبتمنى يجاوبوا ليش الرب ما كان يقعد مع قوميات أخرى وما رحل عند الأمم وما شفاء الغير مؤمنين فيه هاي الرسالة ليه بيخبوها الكهنة مو بس لأنه نشاركوا عبيد الآلهة أخرى لأنه هن بحد ذاته نصاروا من عبيد الآلهة الأخرى شوفوا شو عمل بالوقت اللي غفر لللي صلبوا ما سامح اللي بيطردوا تلاميذه قال لهم أنفضوا غبارة أرجلكم إذا بيروحوا تلاميذ الرب إذا نحن من روح شوفوا اللي سامح اللي صلبوا ولكن بحق الكنيسة وشعب الرب ما تسامح مع أعداء الرب والإيمان أنفضوا غبارة أرجلكم ستكونوا لسدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لها القرى مما لها الإنسان اللي تمسخر عليكن هالإنسان اللي احتقركن هالإنسان اللي عمل لك بلوك وانتفاية تتبشره هالإنسان اللي قال لك لا طلع من بيتي ما بديك رح يكون لسدوم وعمورة للوط المقرفين يوم الدين حالي أكثر احتمالا من اللي رفضوا تلميذ من تلاميذ الرب هل غفر الرب لهيرودوس بعد نقطع راس يوحنى المعمدان هل غفر الرب للا يهود الإسخريوطي في شيء آية بتوحي بغفران ولا مسامحة هل غفر الرب للقرى اللي ما استقبلته الويلو لك يا كرزين الويلو لك يا صور وصيداء إذا لا معنات هالكهنة من وين جابوا لنا هالمحبة زليلة باختصار لما بتحب وبتغفر وبتسامح وبتتعامل معه كأخ للي عم يدوس على دينك وإيمانك ومعتقدك وهينك وهين إلهك انت معدك مسيحي انت مجرد مازوخي عابد للشيطان هذا التدين المازوخي القائم انه هن يبوسوا ويغسلوا أرجل اللي عم يدوسوهن هذا الفرق يمكن هذا الكلام أول مرة بتسمعوه هو كلامي كله من الكتاب بس أول مرة بتسمعوه لأنه شكله في مثل عهود بين كهنة الكنائس مع الأديان الأخرى ومع الشيطان بتقول خلوا شعب الرب فارغ من الإيمان المسيحي بعدوهم قد ما بتقدروا عن الكتاب المقدس خلوهم بس عبدي للطقوس وخلوهم فارغين من انهم يكونوا محاربين لإسم الرب يسوع المسيح فباختصار مين هن المتدينين المازوخيين انت اللي عم تساير صاحبتك من غير دين وانت اللي مضطرة تقري القرآن قدام مديرك بالشغل وانت مسيحية كرمال يعليكي مرتبة شوي أو يخليكي بشغلك على الأقل انت اللي عامل علمنجي أو ملحد أو لا ديني من باب انه انا بدي سبع لمحمد ايه وبسبع المسيح معهم هيك بنفس الوقت لحتى ورجي العالم اني انا عساس بفهم وفري لحتى قدر اطلع من كل الأديان وبنفس الوقت بتلاقيوا انا عم يسايروا عبدة الشيطان وعم يداسوا ما نناخدين كراماتهم دول بلا كرامات لانه اللي ما نحامل كرامة المسيح بحياته لا كرامة لأله فبتلاقيه هو نفسه هالملحد ما بدي اسكر اسمه لانه في كتار صارو اللي عامل حاله هو انه اطلع من المسيح وانا شوفوني انا مع الحريات والحقوق والمرأة وغيرها من داس هو نفسه من داس وبلا كرامة هيك وعد الرب وعد الرب لما بدك انت تكون ابن الملك وتشيل ايميل للملك بيحطك ملك وبتكون وريث بالمملكة بدك تروح تطلع للضد والعبودية ما بدك انك تكون ابن الملك بدك تتحمل تنداس برا ولا تقول اوه هذا فلان بس مسيحي ليش رب وتركه ما انه مسيحي غير على الهوية هو اختار يكون مع غير المسيحيين ولا تنتروا الرب يشوف انواع هالناس مسيحيين بيقول الرب هكذا لانك فاتر هدول فاترين ولست باردا او حارا انا مزمع ان اتقي اكا من فمي علمنا الرب انه كرامتنا من كرامته فانا بنت الملك اللي بيقرب على اسم ابي غيرت بيته وغيرت اسمه تاكلني ما بقدر اسكت بدي ضحي من اجل خلاص نفوس ناس يجوا على مملكة ابي من اجل اسم ابي العبد كونه بيعرف حاله ما نوارث فبس بده يساير ياكل ويعيش ويمشي حد الحيط الحيط ويعايش مثل اي كائن تاني مثله مثل الحيوانات البهائم لها السبب بيقول ربنا عنهم كالبهائم التي تباد هلك شعبي بها الطريقة انسان في كرامة ولا يفهم يشبه البهائم التي تباد مطالبين نحن نمشي على نفس خط سير الرب يسوع المسيح والتلاميذ وصولا للشهادة اذا انت مجرد جبام بتمشي بيحارب دك تضب الصليب لحتى ما يعرفوك مسيحي وبتروع على شغلة بتسأل اول شي المدير شو دينه ولا حتى تعرف تحط سيف ولا قرآن ولا تقراله اي من القرآن ولا تجب له اي من الانجيل وقبل ما تقعد وزير على كرسي الوزارة بتمسك القرآن وبدا كتبوسه هدول كلهم هدول متلازمة ستوكهم هدول عبيد لجلادهم هدول منسميهم نحنا هدول بلكن مو مسيحيين هدول مازوخيين بيتلززوا بالطاعة العمياء والخضوع لمعذبهم ولجلادهم مانهم مسيحيين مسيحية مانا هيك ابدا فهل بتتوقعوا انتو لا منافقين جماعة اللي بتحابوا غير الأديان وبتصلوا مع غير الأديان وبتستقبلوا غير الأديان على حساب دين كونوا بتخبوا الانجيل بتخبوا كلام الانجيل وبتقولوا آيات من غير كتب انكن تكونوا مع شهداء المسيح نفسهم هل تتخيلوا فوق يكون لألكون وللي قضوا حياتهم كله يتعذبوا على اسم المسيح ويضطهدوا على اسم المسيح وينحرموا من أشغال على اسم المسيح ويجوعوا أولادهم قدامهم لأنهم رفضوا يشهدوا لغير أديان كرماء اسم المسيح هل بتتخيل تكون انت وياهم فوق بنفس الملكوت ونفس المكان ولا ممكن بدك تكون مع اللي نافقتهم على الأرض ومع اللي حبيتهم على الأرض فانتبهوا من كهنة الحب مين عم ياخدوكم تحبو لأنه فوق رح تتجمعوا سوا بيقول الرسول بولوس بالنهاية لأنه سيكون وقتهم لا يحتملون فيه التعليم الصحيح انت وبخ انتهر وأوعز بكلام الكتاب المقدس بغض النظر اللي قبل واللي رفض اغضبوا ولكن انتبهوا اغضبوا ولكن لا تخطئوا كيفيكون تنفصموا هيك كيفيكون ترتلوا بالكنائز اس للعدرة يا جندية محاربة وانتو عبيد أزلاء كيفيكون تحطوا ببيوتكم صور مارلياسو مارليانو اللي حامل سيفو اللي حامل رمح وشاكو بالتنين وانتو مجرد بتبوسوا أيدي وآحذية اللي بيدوسوكن كيفيكون تنفصموا هيك قال لرب لعروس النشيد اللي هي النفس الإنسانية لكل واحد فيها حبيبتي مرهبة كجيش بألوية بالإيمان نحن أتباع الأسد الغالب وما بقبل اللي نكون أسود الحربيات والمتلونين وأنصاف البشر ما إلهم مكان بالإيمان المسيحي تبقوا بخير ترجمة نانسي قنقر